ثانيا توازن الدخل القومي في اقتصاد مفتوح دلوقتي هنتناول توازن الدخل القومي في الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المفتوح ده اقتصاد مقاوم من أربعة قطاعات اللي هي القطاع العائلي والقطاع الانتاجي والقطاع الحكومي وقطاع العالم الخارج وهنتناول الموضوع بتاعنا في عدة نقاط أو في نقاط متتالية على نحو التالي أول حاجة هنتكلم عن تحديد المستوى التوازني للدخل بعد كده هنشتق معادلة التوازن للدخل القومي بعد كده هنشوف أثر ارتفاع الأسعار على وضع التوازن وبعدين أثر انخفاض الأسعار على وضع التوازن ثم نأخذ الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية وفي الآخر هنأخذ مثالي وضح الفجوة الانكماشية والفجوة التضخمية وكيفية معالجتها أول حاجة تحديد مستوى الدخل التوازني بنقول تحدثنا في الوحدات السابقة عن مكونات نتج المحل الإجمالي وتحدثنا عن معادلة الطلب أو الدخل الكلي وقلنا أن AD اللي هو الطلب الكلي اللي هو الـ GDP اللي هو ناتج المحل الإجمالي أو الناتج القومي أو ناتج المحل الإجمالي الـ Y يعني بيساوي C زائد الـ I زائد الـ G زائد X ناصل M اللي هو الانفاق على الاستهلاك زائد الانفاق على السمار زائد الانفاق الحكومة على الاستهلاك والسمار زائد صافي الصادرات اللي هو الصادرات نايس الواردات يبقى اكلمنا في كلام ده تفصيلا في الوحدة في الوحدة الثانية من هذا المقرر وعليه بنقول أن شرط التوازن في الاقتصاد المفتوح بيكون عند تساوي الواي اللي هو الدخل أو العرض مع مجموع الانفاق على الاستهلاك والاستصمار والانفاق الحكومي وصافي الصادرات اللي هو الاكس نائس الام طيب بنقول يمكن توضيح شرط التوازن السابق بيانيا من خلال الشكل البياني التالي نستعرض الشكل كامل عشان يبابانا قدمنا من خلال الشكل البياني المتاح أمامنا الآن بنقول أن وضع التوازن بيتحقق عند تساوي العرض والكل اللي هو الخط الواي اللي هو خط الـ 45 مع منحنة طلب الكلي اللي هو الخط اللي هو بيمثل السي زايد الـ i زايد جي زايد الـ x نائس الام يبقى فين نقطة التوازن؟ نقطة التوازن هي النقطة E طيب أمال النقاط اللي على اليمين والنقاط اللي على شمال دين ليست نقاط توازن فمثلا النقطة مثلا M ليست نقطة التوازن والنقطة N ليست نقطة التوازن ليه؟ بنقول أن النقطة E هي نقطة الوحيدة التي يلتقى فيها منحنة الطلب الكلي مع منحنة العرض الـ A الكل أما عند النقطة M و N نلاحظ هنا أن فيه فائد في العرض الكلي ليه؟ لأن فيه مسافة عمودية ما بين العرض والطلب المسافة العمودية ديت بتقول أن العرض أكبر من الطلب يبقى إذن فيه فائد في المخزون وعشان أرجع لوضع التوازن اللي هو نقطة التوازن اللي هي نقطة E لابد أن أخفض من الانتاج حتى أتخلص من الزيادة في المخزون يبقى عشان أرجع لنقطة التوازن لابد من أقضي على هذا الفائد وكيف أقضي على هذا الفائد من خلال خفض الانتاج حتى أتخلص من الفائد المخزوني طيب وعلى يسار نقطة التوازن اللي هي النقطة E بنقول أن نشوف المسافة العمودية اللي هما بين الـ H و الـ L بنلاحظ في المسافة العمودية دي أن الطلب هو الأكبر من العرض وبالتالي بنقول دلوقتي أنهنا في وضع نقص أو عجز ليه؟ لأن الطلب أعلى من العرض طب عشان أتخلص من هذه الحالة اللي هي حالة النقص أو العجز دي أعمل إيه؟ لابد أن أزود حجم الإنتاج حتى أصل إلى وضع التوازن يبقى على اليسار أزود حجم الانتاج حتى أصل إلى وضع التوازن عشان أتخلص من العجز أو النقص طب وعلى اليمين لابد أن أخفض من حجم الإنتاج حتى أتخلص من الفائض المخزوني وأرجع تاني إلى وضع التوازن يبقى إذن باختصار شديد يتحقق وضع التوازن للدخل القومي بيانيا في الاقتصاد المفتوح عند النقطة التي يلتقي فيها العرض الكل مع الطلب الكل مع أعتبار أن الطلب الكل هنا بيتكون من أربعة قطاعات الاستهلاك زائد الاستثمار زائد النفاق الحكومي زائد صاف الصادرات اللي هو X-M طبعا الشرح دوت اللي احنا لسا متكلمين عليه في الوقت في الرسمة الآن بنتكلم عن اشتقاق معادلة الدخل التوازني طبعا عشان أشتق معادلة الدخل التوازني بقول إيه؟ بقول إن شرط التوازن العام بتاعنا إحنا لسا حكيين من شوية يقولنا شرط التوازن عند تساوي الناتج المحلي الإجمالي مع C زائد I زائد G زائد X-M هو كلام ده في الاقتصاد المفتوح يبقى تساوي الناتج الكل مع الاستهلاك زائد G زائد X-M طب أنا دلوقتي كلنا هنعمله حاجة بسيطة خاصة هشيل C وحط قيمة طبعا إحنا لسا عارفين إنه خدنا في الوحدة الثالثة وبرضو في الوحدة الرابعة خدنا قلنا إن C بيساوي A زائد B في Y وقلنا ال I هتبقى ال I زير وقلنا ال G هتبقى ال G زير وبرضو هنقول دلوقتي ونزود ونقول إن X-M هتبقى X-M زير طيب لما أنا دلوقتي حطيت شوية افتراضات هذه الافتراضات هشيلها هشيل كل هذه الرموز وعوض عنها بالقيم لإنها لسا حكيت عنها هحصل على وضع التوازن للدخل القام طيب تعالوا نطبق الكلام النظر اللي أنا حكيت عنه ده كده هنقول حيث أن إبقى شرط التوازن عندنا عرفنا أهو حيدناه مرارا وتكرارا وبنقول حيث أن C لدلة الاستهلاك بتساوي ال A زائد ال B في ال Y وحيث أن I I زيرو بيساوي ال I زيرو هنقول وحيث أن I تاني وحيث أن G بيساوي G زيرو برضو رقم سابت وحيث أن برضو صافي صادرات ال X-M بيساوي X-M زيرو برضو رقم سابت يبقى دلوقتي ينتج عن كل ما صابق إيه إننا هشيل C وحط قيمتها اللي هي اصطلعتين وهشيل I وبرضو وحط قيمتها لنا افترطها وسيل G وحط برضو قيمتها لنا افترطها وبرضو هشيل X-M وحط قيمتها لنا افترطها يبقى إذن دلوقتي هحصل على إن الداخل القومي أو إن العرض الكل بيساوي ال A زائد ال B Y اللي هي دالة الاستهلاك زائد ال I زيرو زائد ال G زيرو زائد صافي الصادرات X-M زيرو طيب إيه الخطوة اللي بعد كده هشيل ال B Y وحطها مع ال Y يعني بجمع المتغيرات في طرف الشمال وهخلي السوابت كلها في الطرف اليمين هخلي السوابت كلها في الطرف طبعا دي سابت ال A ثابت وال I زيرو سابت وال G سابت وال X-M سابت فهخلي دول كلهم في طرف وخلي المتغيرات في طرف أخي إيه المتغيرات اللي عندي ال Y خليها في الشمال زي ما هي وأوديلها مين أو أديلها في الشمال مين ال B وال Y على النحو التالي بصوا معايا كده إيه اللي حصل هناك في الخطوة اللي جادي Y زي ما هي بعد كده ال B Y بقت مطروح هناك في الطرف الشيلي يسار بقت سالبة يبقى Y ناقص ال B Y بيساوي ال A زائد ال I زيرو زائد ال G زيرو زائد ال X ناقص ال M زيرو طيب الكلام ده كله هاخد ال Y عامل مشترك على النحو التالي بصوا كده لما خدت ال Y عامل مشترك تفضل لي ايه تفضل لي واحد ناقص ال B كلام سهل و بسيط او خدت ال Y خدت ال Y عامل مشترك يتفضل لي منها ايه واحد طيب هنا أخد ال Y يتفضل لي هنا ايه B يبقى الكلام ده كله ايه Y ضرب القص واحد ناقص بيه بيساوي ايه زائد ال I زيرو زائد ال G زيرو زائد ال X ناقص ال M زيرو الكلام ده كله في النهاية لو أنا دلوقتي أسمت الطرفين اليمين والشمال على 1 ناقص B إيه بها تقول لي ال-Y بحصل على ال-Y التوازن على النحو التالي بصوا معايا كده أهو في النهاية خالص بحصل على الدخل التوازن بيسوي ال-A زاد ال-I 0 زاد G زاد ال-X ناقص ال-M زيرو على 1 ناقص B والمعادلة السابقة تمثل معادلة الدخل التوازن الآن سوف نتحدث فيه عن أثر ارتفاع الأسعار على وضع التوازن للدخل القومي في الاقتصاد المفتوح كلام سهل وكلام بسيط نبص مع بعض كده ببساطة شديدة هنستعرض بس رسمة عشان نعرف نشرحها بشكل يعني دقيق بصوا معايا كده بنتكلم دلوقتي عن أثر ارتفاع الأسعار على وضع التوازن للدخل القومي في الاقتصاد المفتوح دلوقتي أنا بقول أن العرض الكل بتاعي هو اللي هو الخط ال-45 وإذا كلمنا فيه مرأة وتكرار وبقول أن الطلب الكل بتاعي اللي هو الخط المتصل اللي هو C زائد ال-I زائد ال-G زائد ال-X نقص ال-M هو ده الطلب الكل الأصلي بتاعي طيب أ rhyme ي ده الطلب الكل وده العرض الكل فين الوضع التوازن الأصلي وضع التوازن الأصلي عند النقطة E تمام كلام ممتاز يبقى دلوقتي عند النقطة E حضية نقطة توازن الدخل القومي طب فين وضع التوازن ما ب��고 نقول أنه هو ده وضع التوازن لكن فين مستوى التوازني للدخل تقول لي تحقق وضع توازن لدخل عند الواي زيرو طيب فيه الكلام بتاعنا اللي احنا بنحكي فيه الوقت احنا بنقول اصر ارتفاع الاسعار هو اصر ارتفاع الاسعار بيعمل بالزبط تقول لي ارتفاع المستوى العام للاسعار بيؤدي الى تآكل القوة الشرائية بيؤدي الى تآكل القوة الشرائية لنقود وتآكل القوة الشرائية لنقود ده بيؤدي الى ايه بالزبط بيؤدي الى نقص الطلب الكل يبقى ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى نقص الطلب الكل يعني إيه نقص الطلب الكل يعني عايز تقول لي حضرتك إن الطلب الكل هينزل من السي زائد الآي زائد الجي زائد الاكس نقص الام إلى المستوى الأخضر المتقطع اللي في الأسفل يعني عايز أقول إن ارتفاعه في المستوى العام للأسعار هيؤدي إلى تآكل الكوة الشرائية للنقود وتآكل الكوة الشرائية للنقود هيؤدي لنقص الطلب الكل وبالتالي هينتقل منحنة الطلب الكل من الوضع المتصل للأعلى إلى الوضع الأخضر المتقطع اللي تحت يبقى إذن ارتفاع مستوى العامل الأسعار أدى لانخفاض الطلب الكلي بهذا الشكل بهذا الشكل طب وعليه يتحدد وضع توازن الدخل القومي فين يتحدد وضع توازن الدخل القومي الجديد عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة طلب الكل الجديد الذي حدث أو الذي انخفض نتيجة ارتفاع مستوى العامل الأسعار مع منحنة العرض عند النقطة E1 وعليه نجد أن الدخل التوازني الجديد تحقق عند المستوى يعني إيه اللي حصل لمستوى الدخل القومي انخفض مستوى الدخل القومي من الوضع Y0 إلى الوضع Y1 نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار والذي أدى بدوره لانخفاض الطلب الكل يبقى إذن ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى نقص الطلب الكل وعليه انتقل وضع التوازن إلى وضع جديد وهو ما يؤدي إلى نقص الدخل التوازني نقص المستوى التوازني للدخل القومي من Y0 إلى Y1 اشتركوا في القناة